جرى بوجد توقيع بروتوكول اتفاقية تعاون بين جامعة محمد الأول وجامعات تنتمي إلى بلدان من غرب إفريقيا وذلك في ختام أشغال ملتقى دولي حول الديبلوماسية التقافية ورهان الوحدة الإفريقية وبموجب هذه الاتفاقية ستعمل الجامعات الموقعة على تطوير برنامج للتعاون في مجالات التكوين والبحث العلمي والخبرة والاستشارة نحن سعداء جدا بتوقيع هذه الاتفاقية مع المملكة المغربية وبالضبط مع جامعة محمد الأول بوجده إنه تجسد لرغبة مشتركة في تطوير التعاون بين المغرب والدول الإفريقية وسيحمل آثارا إيجابية على المستوى التعليمي بمناسبة اختتام أشغال الندوة الدولية حول الدبلوماسية التقافية ورهان الوحدة الإفريقية وانطلاقا من توصيات هذه الندوة التي أكدت أساسا أولا على خلق دار الإفريقي الذي تهتم بكل ما هو بحث علمي في مجال التراث الإفريقي وهذا بطبيعة الحال بتعاون مع جهة الشرق ثم هناك أيضا خلق واحدة منصة إلكترونية للتعريف بكل ما هو موروث تقافي ديني في هذا المجال وتلتزم الأطراف الموقعة بتخصيص عدد من المقاعد الجامعية في مختلف برامج التكوين لا سيما في سلك الماستر والدكتورة بكل من جامعات محمد الأول وجامعات غرب إفريقيا لفائدة الطلبة وهيئات الجامعات الأخرى